استحل فريق من أهل الكتاب أموال العرب بالباطل وبغير وجه حق وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل فكذبهم الله عز وجل وأنزل قوله تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ليس الأمر كما يزعم الخائنون والكاذبون من أهل الكتاب بل عليهم في الأميين سبيل وهناك قاعدة مشهورة من قواعد اللغة العربية تقول نفي نفي إثبات فنفى الخائنون من اليهود وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل فنفى الله عز وجل قولهم وأثبت ضده وقال لهم بلى ويكون المعنى المقصود ليس الأمر كما يزعمتم أيها اليهود من أنه ليس عليكم في الأميين سبيل بل الحق أن عليكم فيهم سبيل وأنكم معذبون بسبب كفركم واستحلالكم لأموالهم بدون حق أما إن أردتم حبة الله عز وجل فإنها تتحقق بأمرين بالوفاء بالعهد وبتقوى الله والوفاء بالعهد لا يقتصر على رد الحقوق إلى أصحابها ولكنه أعظم وأعمق من ذلك فيجب أولا الوفاء بالعهد بين العبد وربه ويكون ذلك بالإيمان بالله وملايكاته وكتبه ورسله وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم والالتزام بهديه وشرعه ويلحق بذلك العهد بين العبد وغيره من الخلق من أداء الأمانة والوفاء بالعهود وآداء الحقوق على أكمل وأتم وجه ثم بعد ذلك الأمر الثاني وهو تقوى الله ومعنى تقوى الله الخوف من الله والخوف من أسمائه وصفات جلاله والخوف من المعاصي والخوف من النار فإن تحقق الأمرين تحقق المراد فإن الله يحب المتقين الذين يتقون الكفر والشرك والخيانة والمعاصي ويوفون بالعهود ويؤدون الأمانات إلى أصحابها وبذلك يكون القرآن قد كشف لنا عن مكر اليهود وخذاعهم ورد عليهم فيما افتروه من أقوال باطلة وبين أن أداء الأمانة واجب على كل إنسان بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين